اشتركوا في القناة فنشعر عندها بنشوة تأخذنا إلى عالم من الأحلام الوردية وفجأة نلمح طائراً أو سحلية تلتهم بشراهة نحلاتنا العزيزات أو فراشة عثة تحوم حول المكان بحثاً عن مدخل حتى تهوي بنا أحلامنا وتتحول النشوة إلى صدمة وقلق فلا نفكر عندها في سروح ولا عسل بل يصبح شغلنا الشاغل إيجاد طريقة لحماية خلايان الثمينة من هؤلاء الغزات ولكي يستطيع النحال المقاومة يجب عليه أولاً معرفة أعداء النحل جيداً ومنها على سبيل المثال لا خصر الوروار سبحان الله الوروار طائر زينه الله بجمال خلاب وألوان بديعة إلا أن هذه الألوان تخفي تحتها مفترساً عنيداً لا يمل من أكل النحل السارح يمكن إبعاده عن طريق الأصوات العالية أو إمساكه بالشباك أو الأعيرة النارية النمل كما نعرف عن النمل فهو دؤوب مثل النحل تماماً ودائماً ما يبحث في عمل متواصل عن قوت الشتاء ولكن أحياناً يدخل النمل إلى الخلاي ويملأ الصندوق والإطارات محاولاً أخذ خبز النحل والعسل وهنا يجب على النحال الاهتمام بنظافة ارضية المنحل ورش القرفة عند المداخل أو وضع أرجل حاملات الصناديق في زيوت السيارات حتى تعرق التحرك النمل السحال والضفادع هم من آكل النحل ويلتهمون منه أعداداً كبيرة ويجب تضييق مداخل الخلاي للحد من خطورتهم الفروى وقمل النمل من منا لا يعرف هذا الكائن الصغير الذي يلتصق بظهر النحل وينهكه أو يدخل بداخل الحضنة ويتغذى عليها حتى تتهاوى الخلية شيئاً فشيئاً لا يجب الاستهانة بالفروى وعلى النحال المداوات الدائمة حتى وإن لم يلاحظ علامات وجودها فالوقاية خير من العلاج الخلايا القوية قادرة على التصدي لهذا الكائن ولكن مع الطرود الصغيرة الضعيفة يجب استعمال الأدوية الصناعية والطبيعية المتوفرة في الصيدليات دودة الشمع أو العثة من أفتك الآفات بالنحل وهي فراشة ليلية تحاول دائماً الدخول والبيض في الشمع وماء يفقس هذا الأخير حتى تتحول الخلية إلى كرة من الديدان تأكل كل شيء يمكن الوقاية من العثة بإحكام غلق كل المنافذ للصندوق والتخلص من الشمع المرمي في المنحل ومن شمع الإطارات القديمة وحرقها مع حفظ الإطارات المبنية الجديدة في أماكن مغلقة وضم الطوائف الضعيفة قبل فصل الخريف حتى تكون قادرة على المقاومة الدببير من المشاكل الكبيرة وهو يقتل النحل ويأخذه إلى قفيره ليتغذى عليه يمكن استعمال مصائد للدبابير أو البحث عن خلاياه والقضاء عليها خنفساء العسل أخيراً وليس آخراً خنفساء العسل في الحقيقة هذا لا يعتبر عدواً خطيراً على النحل فكل همه أن يدخل لالتهام العسل فقط لا غير لكنه إذا ما شبع يحفر أنفاقاً وسط الشمع ويفسده يسهل التخلص منه باستعمال المصاطر البلاستيكية في مداخل الخلية وصلنا أحبتي إلى نهاية الفيديو ونهاية الحلقة نرجو منكم لإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتغعيل الجرس لتوصل بجديدنا لحظة بلحظة اشتركوا في القناة